بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم سيدنا محمد او شاف المرسلين ارنا وسلم بكم مع اضواء متابعين من موقع دكتور قبل المعلومات النهاردة الدرس الخمسة واشر من قرس HTML تكاوين في درس النهاردة هنتعرف مع بعض على تاك بيسمح لك انك تضيف جدول في الموقع اللي بتصممه يلا بينا نشوف مع بعض اول حاجة هتفتح مشروع على برنامج سبلنايم تيكست كان عادة وفي ملحوظة مهمة حبيب ان انا اقولها الاول قبل اي شيء النهاردة الدرس ممكن يكون صعب شوية بس ان شاء الله انا هحاول ابسطه بطريقة سهنة اول مهم عشان خاطر تعمل جدول في لغة HTML نازم هتبتدي بالتاج ده قبل اي شيء وهو تاج تابون هتفتح قوس تكتب تابون اللي هي ترجمة جدول واتدغط انتر اوكي? بعد كده هتسيب مسافة بينهم هنراكز دلوقتي على خطوة مهمة جدا بعد ما كتبت تاج تابون وبعد كده هتفتح قوس وعندك تلت انواع من التاجات اللي هتبتدي تستخدمها جوه تاج التابون والتلت تاجات دول انا هشرحهم تدريجيا فبتمنى منك ان انت تدون التاجات ديت ووظيفها ايه عندك في المسكتش ان احنا متعودين عليه من بداية الكورس عشان تسجن في الملاحظات المهمة ديته او مهم عندك تاج التى ار تاج التى ار وهو الرو اللي هي السفوف انها هتبقى موجودة في الجدول تى ار هتفتح قوس اكتب تى ار بعد كده هتضغط انتر هيبتدي ان هو يكمل لك تاج اوتوماتيك هتاخد التاج ده كوبي ودي وده وظيفة التاج ده ان هو بيستخدم في اضافة السفوف دلوقتي انا مثلا عايز اعمل جدول اوكي بس الجدول هيكون مكوم من اربع او تلت سفوف زي اي جدول انك بنشوفه مثلا تلت سفوف اربعة خمسة ستة اي ان كان ان انت حابب تضيفه انا باخد التاج ده كوبي وهبتدي ان انا اكتبه تلت مرات تمام يبقى انا هكتب تاج التابل ومن تاج التابل بعدها هكتب تاج اللي هو تي ار في بداية التاج الاولان اللي هو تي ار ما بين بداية التاج ونهاية التاج هبتدي ان انا اسيب مسافة وابتدي ان انا اكتب في النص الجدول هنفكر مع بعض سوا لما بتيجي تنشئ اي جدول او بيتكون شايف جدول معين مثلا في الخاص بيك جدول في الدراسة جدول الامتحانات اي جدول عموما بيبقى مكون من ثلاث صفوف ده اول هام تاني هام بعد الصفوف بيكون في الجدول عنوين بمعنى مثلا اسم اول اسم تاني اا سنك كم سنة ايا كان او مثلا محصة القولة محصة تانية محصة تانية او جدول مدرسة جدول الامتحانات نفس القصة بتبقى اي بي سي عدد التلاب هيكونوا في اني مركز في الا او في بي او في السي هكذا فانت ما بين اول تاج اللي هو هتبتدي ان انت تحط العنوين طبعا عشان انت انت تحط العنوين في الجدول ده بيكون لها تاج تاني فالتاج التاني المسؤول عن العنوين اسمه تي اتش تي اتش يبقى انت في بداية التاج كده هتكتب تفتح قوس بعد كده تكتب تي اتش تقفل قوس وهو هيكملت بقى التاج اوتومات طبعا انا عملت الجدول تلت صفوف فبالتالي هكون محتاج تلت عناوين يبقى هكتب التاج ده مرتين كمان يبقى انا معايا كده تلت عناوين في اول صف اللي هو الصف الاولاني تي ار هحط جواه تلت عناوين يبقى دون تلت عناوين بعد اول صف ما بين التاج تي اتش و تي اتش سلاش باك اول عنوان هبتدي ان انا مسلا اكتب فيه هسيب مسافة كده هكتب مسلا فورست نيم اوكي يبقى انا في التاج التاني المفروض هكتب اوتوماتيك كده في التاج التالي المفروض ان انا هكتب مسلا اه اللي هو العمر مسلا اوكي يبقى انا كده معايا او صف ومعايا تلت عناوين تيجي لتاني صف اللي هو الرو التاني من هبتدي ان انا اسيب مسافة بينهم يهو كده ننزم سيب مسافة وهبتدي ان انا اكتب تاني تاج بما اني كتبت تاج الصفوف وبعد كده كتبت تاج العناوين طبعا انا عملت جدول في صفوف وفي عناوين فبالتالي انا محتاج الحشو الحشو ده اللي هو الداتا فعشان خاطر اضيف داتا للجدول فانا محتاج التاج التالت عشان اضيف منه داتا والتاج التالت دوت بدلا يعني احنا عندنا تي ار صفوف تي اتش عنوين الداتا يبقى تي دي تي دي اختصارا للداتا يبقى افتح كوس هكتب تي دي بعد كده هادرت انتر وبرده هاخده تلات مرات يبقى دي دي تلات مرات اول حاجة هبتدي ان انا اعمل كنترول اس عشان اشوف ان انا انشأته هو ها كده هاضر اترفش يبقى هلاقي كالشكل التالي وبعد كده اي ايج اوكي اوكي هبتدي ان انا احط الـ data اللي أنا محتاجها في الـ first name طبعاً ممكن أكتب محمد وفي الـ last name هبتدي أن أكتب أحمد وفي الـ age ممكن أكتب 20 مثلاً 20 20 years بعد كده control s هعمل refresh هلاقي بالشكل التالي first name محمد last name احمد age 20 ده الـ table أنا حابب أن أضيف حاجة تانية مفيش أي مشكلة دلوقتي أنا محتاج أعمل إضافة بيانات تانية مش هينفع الجدوة ليبقى مثلاً محمد احمد عشرين طبعاً أنا محتاج أضيف بيانات تانية هاجي عند الـ tag التالية أو الـ التالية إن هو الصف التالية ممكن أضيف في نفس الـ tag ده إن هو هبتدي إن أنا أفتح قوس هبتدي هكذا وهاردو ثلاث مرات بعد كده أسيب مسافة مثلاً طارد مثلاً هشام في الـ name هكتب ابراهيم سوري ابراهيم في الـ ممكن أكتب خمستاشر و بعد كده هعمل الـ هلاقي بالشكل التالي يبقى عندي حابب إن أنا أضيف مسلاً صف رابع مش محتاج إنهم يبقوا ثلاث صفوف مسلاً ممكن أجي هنا هات أضيف أدرة و بعد كده أكتب وما بين الـ ممكن أكتب مسلاً مدينة مسلاً وروح هنا أعمل هلاقي الـ ظهرت بيت صف رابع هكذا هنا هات ممكن أكتب هنا هات وفي الـ دي دي تانية ممكن أكتب دي دي ممكن أكتب كايرل هكذا ده كان التاج المسؤول عن الجدول يبقى مراجعة خفيفة كده وسريعة وبسرعة قبل ما تبتدي تعمل الجدول عشان خاطر براوزر او متصفح عندك بلغة اتش تي ام اللي يفهم ان انت عايز تعمل جدول فانت لازم تبتدي بتاج تفتح كوس تكتب تابل وما بين التاجين هتبتدي ان انت تسيب مسافة بعد كده هتفتح تاج التي ار التي ار اللي هو مسؤول عن السفوف الرو هتبتدي تفتح كوس تكتب تي ار تقفل كوس بعد كده تفتح كوس تي ار سلاش باك وتسيب مسافة بينهم تي اتش هو التاج المسؤول عن العنوين يبقى انت في الصف الاولاني اللي هو التي ار ما بين التاج التي ار هتبتدي تكتب تاج تي اتش عشان تحط العنوين في اول صف من الجدول فرس نيم رس نيم ايج ستي بعد كده عندك تاج تي ار برضو هتضيف تاج تاني عشان خاطر يعمل لك صف تاني في الجدول وهتبتدي تكتب الداتا اللي تخص العنوين يبقى التاج المسؤول عن الداتا اسمه تي دي تي دي عشان تحطي فيها الداتا او الانفورميشن او المعلومات يبقى انا فرس نيم هكتب محمد رس نيم هكتب احمد ايج هكتب عشرين سي تي هكتب هكذا لو انت ضيفت تاج تالت اللي هو تي ار تالت ده صف تالت هتبتدي ان انت تحطي فيه بيانات لشخص تاني لان مش معقول الجدول هيبقى مقوم من صفين لو انت بتعمل الجدول مثلا تلات اربع صفوف او خمس صفوف هكذا ده كان تاج المسؤول عن الجدول طبعا ايا كان تشوف انت محتاج القيمة المناسبة اللي تناسبك في الجدول اللي انت بتنشئه على مشروع اللي هتحط القيمة اللي انت محتاجها ست صفوف سبع صفوف على حسب ما انت حابب تنظم الجدول لحد هنا يكون تاج المسؤول عن الجدول خمس وان شاء الله في الدروس اللي جاية حال ان انا اوضح مواضيع تانية بمشيئة الرحمن وانا اللقاء في دقس قادم يا شباب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة